السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسعيدا بلقياكم نتمنى انكم دائما تكونوا بيحروا على خير و تكونوا دائما في تمام الصحة و العفية بمجرد ان يتحرك البدل لك تصبح اشتواء اول حاجة نفكره فهمه هذا المسي منتها الشحمة التي تأتيوا رائعين جدا اليوم بدلتم جنب الشحمة لتنبوح الطريقة مختلفة تماما لتكتشفها معي في الفيديو دائما لبدائل المسي منتها المنوية في الفران مقرمشين من بره مرقين لكن لا يجوش قاسحين لانا سوف نقول لكم جميع التفاصيل في هذا الفيديو بالنسبة لعجينة سوف تتلقى في صندوق الوصف انا اخذت الفورس مع شوية الملحة اخذت تقريبا حس 100 قرم مع مليحة جمع القضية الزيت مع القضية الخل جمعتهم بالمبارد سوف يرتاحوا من نسبة الحشوة اخذوا كمية الكفتة لا نقول لكم على حسب الاختيار لا تريد الكفتة لا تريد الكفتة لا تريد الكفتة لا تريد الكفتة اخذت كمية الخطير من الملحة من الملحة انت بصلاة الخضرية لا تريد الكفتة وضع الملحة من الملحة واحدة شخصة البصلاة بما انني انا من السماء الكفتة فنضيلوا مليحة يجب عليكم القرن الكفتة اضم القرن الكفتة كيف يمكن ان نضيف حمارا لنسبة الحار انا نضيف الحار اكيد و اضيف حار او تضيف الغريسة نضيف الحار او تضيف الحار او قرن الكفتة سوف نحرك مزيان هذه المكونات و ندامج لها مع بعضياتها سوف ندخل في هذه البصلة و الفلفلة و نخلط مزيان مزيان من بعد أن نخلط هذه المكونات و ندامج مع بعضياتهم هذه المكونات و هذه الحشوة لا نطيبها سوف نقوم بها كك خضرة سوف نوجد زيت مع زبدة الزيت فقط نطلق به الزيت الزيت نطلق به و نأخذ زبدة ثلاثة معلقة تقريبا للزبدة من أصل حيواني الزبدة ممتازة بشكل مستمونات ديالي من يريد المارغارين و نفضل زبدة من أصل حيواني سوف نطلق بالزيت الزيت ضروري و نحاول أن نقوم بها و نحاول مرة أريد ان تركيق و نحاول مرة أخرى و نحاول اللعجينة و نحاول ان تركيق إلعاجين و تركيق لكم و يجيوكم سمنات مورقي هذا النقطة مهمة جدا اذا اخذت العجينة اغليضة لا ترقوا العجينة مزيان سوف نسرح الوريقة الأولى و زبدة و فوق من الحشوة سوف نسرح الوريقة الثانية كذلك سوف نسرح الوريقة الثانية و نغطي بها الحشوة سوف نحاول نضع الطرف على الطرف سوف نسرح الوريقة كيف ترونها و ندهم الزبدة و نضع فوق منها الحشوة او ثاني سوف نقررها حتى كنسالي عندي تقريبا سبعات الوريقات سوف نداعاب قريبية يجب أن يصغر القرية الحجم القرية يجب أن تخرج لنا ملوية كبيرة أو تخرج لنا ملوية صغيرة ثم الحجم القرية يجب أن تحكم لكم في الحجم الملوية سوف نستمر نطلق العجينة نعمر كلها ملوية بالنسبة للقرية الأخيرة قبل الأخيرة قبل الأخيرة لا نعمرها سوف نضحنها و نضحنها و نضحنها قبل الفرماج سوف نأخذ الكوريات و نطلق نضحن الزيت خصوصا نأكد على الأطراف الأطراف لأن الأطراف و نقوم بيطر في جوانب حتى في الطياب سوف نشكّل هذا الملوي سوف نقوم بيطر يتمكن من الأغلاض و يريدون أن تكون جوانب ضروري لا يكونوا رقاق بالنسبة لجوانب و يقوم بالطرف سوف نستمر بنفس طريقة سوف نجرع و نقرب سوف ندهن بشوية الزبدة و الفرماج سوف نستمر بنفس الطريقة سوف نستمر بنفس الطريقة سوف ندير لها شوية الفرماج و الزبدة و سوف ندخل فرماجم لا يوجد طريقة الجمل لأكثر الجمل الورقة السادسة الأخيرة ندهنها بزبيدة و ندهنها في يد الفرماج و الورقة السابعة سوف نحتاجها سوف نبدأ اللف هي جنة اللي حصلت عليها سوف نريد الفرفر كل عامر نضح طريقة حمادا لا أخبرك العامر كما نقل الحشوه الورقة السابعة ونطلقها مزيان ونطلقها مزيان ونطلقها بشوية الزبتة ونطلقها مزيان مزيان الملوية عجينة ترققه مزيان تستعنوه بالزبدة سوف نذهب على الطياب لأوحد المرحلة مهمة جدا في هذه الوصفة يطيب على المهل هذا الملوي يدخل الطياب من الداخل و يجيكم مورق و يجيكم بنين سوف ننزل هذه الوراقة نلوم عجينة زيادة و نقصها نجيدي العجينة القد نجيدي العجينة من كاركبالية نجيدي العجينة ضروري من بعد تلقى ننطلقها من بعد التلقى نطلقها بشكل جميل من ارتاحها نطلقه حلقة نضغطه نترك رقيقه ونضغطه ستقصه بين البنات تصويرين تصويرين بالوقت اضعوا بفضل الزبدة و معلقة صغيرة الصوجة كيف ممكن اضعوا الملقة صغيرة المجنطماطي كيف ممكن تضيعوا اضعوا بالبيض سوف يدهنوها بحلقة كيف يدخلوها الفران مهم جدا الفران يكون سخون وحلقة طيبو الخبز الخبز يعني خاص ضروري تكون الحرارات يكون سخون مزيان 15 دقيقة قريبا مني كي سخون الفران مزيان ندخلوها غير واحد زجو دقيقة ولا ثلاثة نخليو العافية مجهدة لكن من بعد كن نقصو بحلقة طيبو الكيكا ونخليوها الطبع على خاطر خاطرها كن تبقى لحضر حياة طيبو الخبز لكن هذه هي الطريقة بحلقة طيبوة الفران في اللولى يكون سخون جدا كالتقايق اللولى ثلاثة دقيقة لحضر حياة تطيب المجهدة باش ديك الزبدة يمطيقش في اللاته كتشربها العجينة ويجينة مورق من بعد كن نقص من بعد كن نقص جدا كنقص عليها طيبو الكيكا اللي عنده فران طيبو 180 دراجة ويخليوها حتى يدخلها طيبو نشعلها الغل تحت كتبه يتحمره نشعلها جيدا فقامايرا نلتحت المرواحة كافي انا ها الطيب لي هاد الملوية هادي سوف ندر نفس الشيء بالنسبة للملوية الخورة اللي بقعت ونستمر بنفس طريقة دي الطيب كما طيب تلونا طيب تانية سوف نقدموه بحلاكرة تجي تي جي غزة للبنات تي جزوين بزاف شتو في الاول ديالفيديو كي يجي مقرمش كي يجي غزة ان شاء الله تجربوه وتردو علي الخبار وبنسبة للمرافقة فانا يا اخاديتك تعرفوا داب الفلفلة اه اه ده قرعا حمرعا فان موجودة طاعة حلوه موجودة درس بهم وحد الشربة وقدمتها رصب حريط قاسمتها معاكم كانت من ان شاء الله الفيديو اعجبكم خليه اليكام الراحة الى حلقة مقبلة بحول الله دم دم في رعاية الله وحافظه